طيب قبل ما ندخل على التفاصيل والحاجات اللي انت شايفها مع الادة دي احنا هتبقى بسيطة جدا وممتعة جدا كمان لان لها علاقة بحاجة في الموقع عندنا وليكن انت عايز تعرف هل لما بتزود عدد التدريبات اللي بتعملها بيكون في علاقة او بتأثر على الانجريز او الاصابات اللي بتحصل عندك في الموقع فانت تلوقتي كل شهر عندك عدد تدريبات معين عملت مثلا الشهر ده خمسة سيشن من التدريب وفي المقابل انت بتفترض افتراض معين ان في علاقة ما بين عدد السيشنز اللي بتعملها في التدريب وعدد الاصابات اللي بتحصل في الشهر ده فوليكن الافتراض ان كل ما بتزود عدد السيشنز بتاعت التدريب كل ما بيقل عدد الاصابات في الموقع ازاي نحسب ده بشكل رياضي او نثبته بشكل احصائي ده وظيفة بقى اللي هو الار ده بيحسب لك هل في علاقة ما بين اتنين داتا سيت ولا لا فوليكن زي ما احنا قلنا دلوقتي انا عندي عدد السيشنز بتاعت التدريب وعدد الاصابات عايز اعرف هل فعلا الافتراض اللي انا افتردته ده ان كل ما بتزيد السيشنز كل ما بيقل الاصابات او مفيش علاقة او لما بتزيد السيشنز مثلا الاصابات بتزيد ما نعرفش يعني احنا عايزين نوصل للعلاقة دي هل فيه اصلا علاقة ولا لا الار ده له تلات قيام يا اما اكبر من واحد اللي هو علاقة طردية يعني كل ما حاجة بتزيد المتغير التاني برضو بيزيد معاها او صفر ان هو مفيش اي علاقة او قريبة من نيجاتيف وان وده معناها ان هي بتتحرك في اتجاه معاكس لما التدريب يزيد الاصابات بتقل فدي علاقة عكسية فخلينا نشوف الريليشن دي ازاي ممكن نحسبها هنا بيقول لك ان الار هي السامبل كوريليشن كوفيشنت والان اللي هي نمبروف داتا سيت اللي هي الان دي او الداتا بوينت عدد الداتا سيت اللي عندي الاكس خلينا يعني الجزء ده الاكس والواي ده خلينا نحسبهم احسن بشكل عملي في الاكسل هيوضح لك النقطة دي المثال الاولان اللي احنا هنشوفه ده هو حاسب الاكس والواي يعني هو اخد الاكس والواي وبيقول لك احسب العلاقة ما بينهم فإدالك هنا الداتا سيت دي الاكس بالاعداد دي اتنين واربعة وستة وتمانية وعشرة واثناشر والواي بتساوي واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة واحداشر فطبعا هو واضح او سهل جدا ان انت تميز ان دول ده كل ما بيزيد الاكس بيزيد الواي كمان بيزيد ففي علاقة ترضية فالمفروض ان العلاقة تبقى بوزوتيف او قريبة لي موجب واحد فاول حاجة هو عملها ان هو جمع الارقام دي ويجاب التوتل بتاعها وبعدين عشان يحسب بقى كل حاجة من دول الاكس في الواي فضرب الاتنين دول في بعض فتلاقي اتنين في واحد باتنين اربعة في تلاتة باتناشر وهكزا مجموع الاكس اللي هو ده مجموع الواي اللي هو ده مجموع الاكس تربيع برضو اللي هو العدد ده ناقص مجموع الاكس تربيع ايه الفرق بين ديو دي ده بيجيب الاكس تربيع ويجمع المجموع ده انما دي الاكس نفسها بيجيب المجموع كل الاكس دول ويربع الرقم الاخير اللي هو الاتنين واربعين فده مربع الاتنين واربعين اما ده مجموع تربيع كل واحد ونفس الفكرة برضو في الواي الواي تربيع اللي هي دي المجموع بتاعها اللي هو الرقم ده ومجموع الواي اللي هو الستة وتلاتين تربيع فدول الفرق ما بينهم طيب والان طبعا عندي بستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بس فلما بيعوض في الارقام دي بيطلع الريليشن بواحد زي ما احنا توقعنا المثال ده يعني هو مثال بالارقام دي وهي ارقام يعني ما بتعبرش عن حاجة في السيفتي خلينا ناخد مثال عملي دلوقتي على هنطبقه على الاكسل على موضوع الترينينج والانجرز هنفترض ارقام كده وهنشوف الارقام دي او العلاقة دي هتطلع عاملة ازاي وبرضو خلينا نشوفها كمان على الالة الحسبة يبقى كده احنا غطينا الموضوع كله من جميع النواحي في المثال العملي بتاعنا ده عايزين نعرف العلاقة ما بين عدد الترينينج اللي بتتعمل والاصابات اللي بتحصل في الموقع خلينا نشوف هنا هيبقى عندنا المنث هنشوف مثلا جان فبريوري مارش ابريل مي جون فدول كده ست شهور وهنا الترينينج وهنا الاصابات ففي شهر واحد وليكن عملنا خمستاشر سيشن ترينينج وعدد الاصابات كان سبعة وليكن في شهر اتنين هنقول عملنا عشرة ترينينج وعدد الاصابات كان عشرة برضو في مارش ممكن نقول عملنا عشرين سيشن وكانت الاصابات ثلاثة في ابريل عملنا 13 سيشن وكانت الاصابات وليكن ستة طيب بعد كده عملنا خمسة سيشن وكانت الاصابات 14 وفي شهر ستة عملنا سبعة وكانت الاصابات نقول برضو كانت الاصابات وليكن اتناشر فاول خطوة ان انا جبت الدياتا اللي عندي حسبتها طبعا لو عايز تعرف ازاي تعمل سيستم يحسب لك الحاجات دي حتى بشكل تلقائي كل ده مشروح في كورسة الموجود على الويب سايت فاولا حاجة احنا محتاجين نعرفها ايه خلينا نجيب الاكويشن قدامنا الاول عشان نعرف ايه المعطيات اللي احنا المفروض نجيبها دي الاكويشن خلينا نحطها تحت كده هنا المفروض ان انا احسب ال اكس والواي لو تفتكر في البرزنتيشن احنا قلنا ال اكس والواي دول هنحسبهم بناءا على القيم او الداتا سيت اللي عندي فقلنا ان ال اكس بتساوي اكس ناقص اكس بار والواي بتساوي واي ناقص واي بار يعني ايه الواي والواي بار والكلام ده ال اكس بار والواي بار اللي هو المتوسط والاكس كابتل دي اللي هي الداتا سيت اللي عندي فاحنا عايزين نحسب من الحاجات دي الاكس والواي هنحسبها ازاي نرجع للاكسل شيت تاني احنا لسه مخلصناش لو الجزء اللي فات ده كان مفيد ليك وحابب تعرف اكتر وكمان تكون سي اس بي او سيرتيفاية سيفتي بروفيشنال فالفيديو ده هو جزء من الكورس الكامل الخاص بالتحضير لشهادات ال اي اس بي والسي اس بي واللي بيتقدم على منصة انفينت اتش اس اي خلال كام سنة من المتوقع جدا ان تكون شهادة السي اس بي من اكتر الشهادات المطلوبة في مجال السيفتي خصوصا لو انت عايز تشتغل في الخليج او لو بتفكر لابعد من كده وعايز تهاجر امريكا مثلا فشهادة سي اس بي من الحاجات الاساسية جدا في الموضوع ده فلو عايز تكون برو اكتف وتاخد خطوة استباقية في انك تلحق تاخد الشهادة دي قبل ما يكون فيه زيك كتير في السوق فابدأ من دلوقتي حضر للسي اس بي وده في حالة ان انت لو كملت اربع سنين خبرة لو قررت بقى تاخد الشهادة دي فمش هتلاقي انسب من منصة انفينت اتش اس اي عشان تاخد الكورس التحضيري الخاص بالشهادات دي لان الحمد لله عندنا خبرة كويسة جدا في تصميم التجارب التعليمية والاف المتعلمين الحمد لله استفادوا من المنصة وعملوا نتائج كويسة جدا معها فده من ناحية المنصة اما بخصوص الترينر اللي هيدي لك الكورس فبالاضافة للخبرة العملية اللي من سنة 2010 يعني اكتر من 14 سنة لكن كمان معتمد كسي اس بي سي اف بي اس سي اي اتش و سي اي تي و بي ام بي واللي مش عارف الشهادات دي دي شهادات خاصة بالفاير بروتيكشن بالاندستيريال هيجين بالانستركشنال ترينيج بالبروجيكت مانجمينت ولو لاحظت هتلاقي ان هي دي الدومينز اللي موجودة في التحضير للإي اس بي والسي اس بي ده معناه ان انا الحمد لله دراست الموضوعات دي بتعمق مش مجرد معرفة سطحية بالحاجات دي يعني الحمد لله كل دومين من الدومينز الخاصة بالإي اس بي والسي اس بي تخصصت فيها وفي امتها كويس سواء كان الاندستيريال هيجين او الفاير بروتيكشن او حتى الداتا اناليسيز ودارة المشاريع فالحمد لله المعرفة والخبرة موجودين وده اللي انت محتاجه انت محتاج مكان كويس كورس منظم في ادوات قوية زي الانتر اكتف اكويشن بوك وده اللي بيجمع لك كل الإكويشنز الخاصة بالإي اس بي والسي اس بي في مكان واحد وبتقدر تتفاعل معها وتاخد شرح توضيحي للإكويشن دي بتستخدم في ايه معاني رموز اللي فيها امثلة عليها وكمان محتاج ترينر يكون فاهم ويوصلك او يساعدك على تحقيق هدفك تحت الفيديو ده هتلاقي فيه لينك فيه محاضرة عملناها شرحنا فيها متطلبات الشهادة دي وهتلاقي كمان تفاصيل الكورس اللي بيتقدم على انفينيت اتش اس اي وازاي تسجل فيه كمان ممكن تستخدم كود الخصم اللي هيظهر لك دلوقتي على الشاشة عشان تحصل على خصم اثناء التسجيل دلوقتي خلينا نكمل الشرح هنا هنحسب الاكس وهنا هنحسب الواي احنا قلنا الاكس بار والواي بار اللي هم المتوسط بتاع الداتا دي فخلينا يعني بشكل عام نجيب التوتال ممكن نحتاجه ونجيب الافريج فالتوتال هيبقى سم لكل الداتا دي ممكن نسحب دي كده هاي ساوي الافريج بتاع دول طيب ممكن نقلل الاعداد دي كده نخليها بالشكل ده طيب الاكس زي ما قلنا هتبقى الرقم ده نفسه اللي هو الاكس ده اللي هو بتاع الترينينجز والواي دي اللي هي بتاعة الانجريز حتى عشان ما نتلخبطش نخليها ترينينجز والواي دي هنخليها بنترح الرقم ده من المتوسط وزي ما قلنا لو عايزين نتبتها هتبقى بعلامة الدولار ساين دي وبعد كده هنسحب الاعداد كلها برضو نفس الفكرة هنجيب المجموع والمتوسط طيب هنا في الواي برضو هنجيب دي ناقص الافريج وهنثبت دي وبردو نجيب المجموع والمتوسط هو ده يعني صفر ولكن الصفر مكتوب بطريقة سينتيفك اللي هو يعني اصفار كتير يعني علامة عشرية وبعدين اصفار كتير وفي الاخر الرقم اللي هو اه تلاتة بوينت فايف دول حوالي خمستاشر صفر وبعدين تلاتة بوينت فايف فلو حولتو بس لنمبر هيطلع لك الرقم اللي هو صفر هيظهر لك مش بالطريقة اللي هي السينتيفك انت لو عايزوا بالطريقة التانية العادية ممكن تختار سينتيفك هتطلع لك بالطريقة دي لكن هو في الحقيقة هو صفر ولكن يعني في عدد صغير خالص خمستاشر صفر زي ما قلنا فلكن هي في الحقيقة صفر فكده احنا حساباتنا مزبوطة طيب المفروض ان انا احسب ايه? المفروض ان انا احسب الاكس في الواي فهنا هنحسب الاكس في الواي يعني نقول ان دي ضرب الاكس في الواي فده في ده برضو خلينا نقلل الاعداد العشرية دي وخلينا نجمعهم او ممكن نسحب الاتنين دول عشان برضو نجمعهم ونجيب المتوسط بتاعهم في تاني تحت هنا محتاج الاكس تربيع والواي تربيع الاتنين دول فبرضو هنجيب هنا الاكس تربيع احنا لو عايزين حتى نخلي دي ممكن من فورمات سل وكده والواي تربيع نفس الفكرة وهنروح هنا هنعمل ده قس اتنين وده الواي قس اتنين لكن خلينا برضو نقلل دول كده طيب كده انا تقريبا عندي كل حاجة خليني اجمع برضو لاجيب الافريج بتاعهم لو احتاجناه كده انا عندي كل كومبوننت الخاصة بالاكويشن دي عندي الاكس في الواي اهي عندي مجموع الاكس اللي هو ده وعندي مجموع الواي برضو اللي هو ده اللي هو اسفار فاحنا عندنا الجزء ده كله مجموع الاكس ومجموع الاي ده بصفر فاحنا مفيش عندنا حاجة هنا وعندي الاكس تربيع مجموعه هم كل دول اللي هو ده وعندي مجموع الاكس هنربعه اللي هو ده هنربعه برضو هيبقى صفر وبردو نفس الفكرة في الواي فخلينا بقى كده نحسبهم واحدة واحدة الان عندي اول حاجة خالص الان بستة الان دي اللي هو العدد ده بستة فتلاقي هنا تحت الكونت بتاعه بستة طيب الاكس في الواي المجموع بتاعه اللي هو ده وزي ما قلنا الاكس والواي اصلا بصفر فيبقى البست كله هيساوي ستة في اكس والواي للمجموع بتاع الاكس والواي اللي هو ده فكده انا جبت الجزء اللي فوق ده طيب الجزء اللي تحت ده خد بالك الجزر ده ممتد لغاية الاخر لكن دي غلطة من الغلطات اللي موجودة في كتاب ديفيدياتس لانها متاخدة سكرينشوت من كتاب ديفيدياتس فدي من الغلطات اللي موجودة في الكتاب المفروض الجزر ده يكون واصل للاخر خالص يعني المقام كله في الجزر طيب خلينا نحسب الجزء الاولاني ده وبعدين الجزء الثاني ده وبعدين نحسب الجزر بتاعهم ونقسم في الاخر الاكوشن كلها على بعضها فخلينا ناخد الجزء الاولاني ده برضو ان في مجموع الاكس تربيع فاحنا عندنا هنا الاكس تربيع المجموع بتاعها اللي هو ده فهيبقى هتساوي ستة في مجموع الاكس تربيع اللي هو ده تسعمية وتمانية ناقص مجموع الاكس احنا قلنا بصفر فخلاص الجزء ده مش هيكون داخل معنا في الحسابات واللي بعده الان في مجموع الاكس تربيع برضو ستة في مجموع الاكس تربيع اللي هو ده ناقص مجموع الاكس بصفر تربيع هيكون بصفر فمش داخل معنا في الحسابات بعد كده الاتنين دول مضروبين في بعض اللي هم دول دول مضروبين في بعض فهنضربهم في بعض وبعدين نجيب الجزر بتاعهم فهنجيب الجزر ده فبقى انا عندي دلوقتي ده البسط وده المقام المفروض لما اسمهم على بعض يطلع لي الار فيبقى ازا الار هتساوي ده على ده طلعت سالب سبعة وتسعين من مية ده معناقي ان فعلا لما بنزود في التريننج الاصابات بتقل يعني فيه علاقة ما بين الاتنين طيب احنا لفنا لفة كبيرة جدا عشان نوصل للنتيجة دي هل فيه طرق اسهل ايوا فيه طرق اسهل وبرضو عن طريق الاكسل فيه اكويشن اسمها ده بيجيب لك العلاقة ما بين اتنين اري موجودين عندك فالري الاولانية او المصفوفة الاولانية او الداتا سيت الاولانية اللي هي التريننج والداتا سيت التانية اللي هي الانجرز طلع نفس الرقم اللي احنا حسبناه بالزبط من غير كل اللفة اللي احنا عملناها دي فبالاكسل تقدر تعرف طيب فيه طريقة تانية ايوا فيه طريقة تانية انك تقدر تاخد الداتا سيت اللي اتنين دول وليكن اللي اتنين دول مع بعض اللي هي التريننج والانجرز بس الطريقة دي فيجول هيجيلك التمثيل البياني بتاع الداتا دي لو رحنا على انسيرت واخترنا اللي سكاتر ده فطلع عندي ايه طلع فعلا فيه اللاين ده لو رسمناه هيطلع علاقة عكسية ولو عايز تتأكد برضو ترسم الاتنين دول ممكن تعمل اللينيار ده كده فجاب لك الخط بتاعه وممكن حتى كمان تضيف الفورمات بتاعت الداتا لاين ده ممكن لو انت عايز تطلع الرقم بالزبط فكده جاب لك حتى بتاعتها وهنا جاب لك display r squared value on chart اللي هو مربع ده احنا لو جده نحسب ده كده فهتلاقي نفس الرقم ده اللي هو r square فبرضو جاب لك r square على l chart فكده انت الداتا اللي عندك بتاعت التريننج وبتاعت الانجرز قدرت توصل لحاجة احصائية ان هي فعلا بيأثروا على بعض مش مجرد افتراضات لما بتروح لمديرك او للادارة انت مش مجرد بتفترض ان انت لما بتزاود التريننج ده بيأثر على الانجرز لا ده فعلا بالداتا وبالارقام ان هو بيأثر على الانجرز فدي الطرق المختلفة لان انت توصل لحاجة زي كده او لعلاقة زي كده خليها نشوفها كمان على الالة الحسبة عشان برضو على الالة الحسبة الموضوع بيكون سهل ابسط من كل التعايد اللي احنا شفناه بس احنا حبينا نشوفه خطوة بخطوة عشان تعرف هي جات منين على الالة الحسبة برضو هنروح على الديتا وهنبدأ ندخل الارقام ولكن في اتنين سيريس اللي هي ال وان و ال تو فاحنا كان عندنا التريننج السيريس بتاعتها كانت خمستاشر اول حاجة بعد كده عشرة بعد كده عشرين بعد كده تلاتاشر بعد كده خمسة بعد كده سبعة هنروح على ال ال تو وهندخل ال انجريس كانت سبعة عشرة تلاتة ستة اربعتاشر اتناشر فدول كده الاتنين سيريس اللي عندي او اتنين داتا ست اللي عندي هروح بقى على سكند وستيت الاختيار الثاني بقى احنا في الاول لما كنا عايزين نعرف المتوسط الحسابي والvariants والstandard deviation اختارنا الاختيار الاولين اللي هو one variable فاحنا في الحالة دي بقى هنختار رقم اتنين اللي هي two variables enter بيقولك فين ال x وفين ال y ال x بتاعتي اللي هي l1 وال y بتاعتي مكتوبة في l2 وبعد كده هروح على calculate جاب لك ال n بستة ال x داش اللي هو المتوسط والstandard deviation احنا كل ده خلاص قريدي عارفناه احنا عايزين بقى نروح على ال r فين ال r دي ال r طلعت بكم طلعت بسالب سبعة وتسعين من مية او تسع سبعة ستة خمسة ستة هي نفس الرقم بالزبط اللي احنا حسبناه على الاكسيل فتقدر ان انت من الالة الحسبة برضو تحسبها بطريقة سهلة جدا من غير كل اللفة اللي احنا عملناها لكن كان مهم ان احنا نعرف بتتحسب ازاي على الاكسيل وبالاكويشن خطوة بخطوة لكن هي زي ما شفت على الالة الحسبة بضغطة زرار تقدر تطلع كل حاجة اشتركوا في القناة